ما انتطأ قدمك مدينة بني براك في ضواحي تل ابيب فانت بيت في محطل اليهود الارثوذكسي المتطرفين وفي النقطة الاكثر كثافة سكانية في اسرائيل بعدد يناهز مئتي الف شخص واليوم باتت المدينة بؤرة لتفاشي فيروس كورونا بعدما رفض سكانها تعليق طقوسهم الدينية تماشيا مع توجيهات الحجر الصحي الذي فرضته حكومة نتنيهو وهو ما دفع الحكومة لتكلف اكثر لواء كوماندوس في جيش الاسرائيلي لاغلاق بني براك خاصة انها تقع في قلب اكبر منطقة مترو في اسرائيل واكثرها زحاما ما حدث في بني براك كشف عن طبيعة التيارات الدينية المتشددة داخل اسرائيل حيث لا تحوي المدينة سوى اعداد قليلة من اجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية ولا يتم توصيلها بالانترنت حيث يبدو سكانها اكثر انسجاما مع القرون السابقة فتراهم يعكفون على المراكز الدينية ويعيشون في حي محاط بجدران عالية كما يوجد في المدينة تيارات متشددة ابرزها ما يعرف بفصيل القدس والذي يرفض حتى الاعتراف بسلطة الدولة ويعلن احتقاره للصهيونية هذا وبلغ عدد الوفيات جراء كورونا في اسرائيل 42 حالة وفاة فيما تجاوز عدد المصابين بالفيروس اكثر من 7800 شخص بينهم وزير الصحة يعقوب ليتسمان وهو اكبر سياسي ارتوتكسي متطرف والذي قيل انه اصيب بعد صلاته جماعي المعتادة في انتهاك للأوامر الصادرة عن الوزارة التي يرأسها ليتسمان نفسه وهو ما دفع نتنياهو لاستبداله بوزير غير ارتوتكسي في الحكومة الجديدة لتقاسم السلطة التي يشكلها مع زعيم حزب ازرق ابيض بني كانتس